أكد رئيس المنصق للهيئة الوطنية للسيشارية من أجل جمهورية جديدة صادق بالعيد أكد أن الدستورة التونسية الجديدة سيركز على بناء اقتصاد البلاد لتحسين الوضايات الاجتماعية للغالبية الساحقة من التونسيين وقال أن الدستورة الجديدة سيتضمن أيضا بابا خاصا بعنوان أسس النهوض بالاقتصاد وأن ذلك على عكس دستور عام 2014 الذي لم يهتم بالمسائل الاقتصادية وتتضمن كذلك مساولة الدستور 12 بابا و140 فصلا كما نص مشروع الدستور وفقا لأعضاء الهيئة الاستشارية على نظام رئاسي ووزير أول يختاره رئيس الدولة بينما تتمثل صلاحيات مجلس النواب في مراقبة عمل الحكومة من خلال المسائلة والاستجواب ويؤكد مشروع الدستور على أن كل السلطات تعمل على دعم الدولة وجميع المؤسسات والموظفين هم في خدمة الدولة وفي خدمة مصلحة الشعب التونسي وأعضاء هذه الهيئة ترجمة نانسي قنقر